ايه اللي اتعمل ازاي احضر عشان اوصل لامبارح 10 يناير 2022 بدأنا من امتى وكان فيه افكار انه صعب قوي نعمل منتدى السنادي عشان كورونا ايه اللي تامل الحقيقة انه المنتدى السنادي له صبغة خاصة شباب العالم كرسالة سلام ومنصة للحوار على مستوى العالم اعتدنا فيه نسخ والسابقة دايما على اتاحة الحوار والمشاركة وتشارك الثقافة بين مختلف الشباب من مختلف الجنسية ولكن لظروف متحور كورونا والكائحة اللي حصلت توقف المنتدى السنتين المرة دي كان تحدي كبير جدا ازاي في ظل الجائحة ازاي في ظل المتحور انه الدولة المصرية قادرة تنظم حدث بهذا الشكل بهذا الحجب ازاي عندنا شباب قادرين يشتغلوا على مدار اشهر سابقة على التحضير من اول الدعوات للتنظيم للجلسات للموضوعات الهمة جدا لان النهاردة بنشوفها على مدار الجلسات سواء الورش التحضيرية اللي كانت على مدار يومين قبل امبارح وامبارح الافتتاح والنهاردة نموذج المحاكاة وجلسة المناخ وازا اقدر اربط ده كمان بالصدافة مصر الحدث مهم السنة دي هو حدث قمة المناخ كوب 27 ازاي النهاردة اقدر ابني على ده ده نموذج متكامل بيقولنا الشباب المصري قادر يشتغل ازاي وقادر يعمل ده بتطوع وبحب وبادراك ازاي النهاردة بقى عندي القدرة على استضافة احداث دولية كبيرة في ظروف يمكن دول كتير في العالم وزي ما بنشوف ازاي احمد صعب عليها انها ظروف الحياة طبيعية مش صدافة مؤتمرات مش تنظيم لهذا العدد من الحضور من مختلف الجنسيات مختلف الرحلات رسالة اخرى للسياحة المصرية ازاي النهاردة مدينة شرم الشيخ في الاجواء دي وفي الظروف دي متاحة وده رسالة ايجابية جدا لها انكسات كبيرة على القطاع السياحي كل دي استفادات قدرنا نحققها من المؤتمر المرات